هذا وثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مبادرة الترمية العالمية التي أطلقتها الصين في العام 2021 والتي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات الترمية الاقتصادية وفقا لأولوياتها الوطنية كما أكد رئيس الوزراء على إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها رئيس الصيني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى دعوني أثمن مبادرة الترمية العالمية التي أطلقتها الصين عام 2021 التي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات الترمية الاقتصادية وفقا لأولوياتها الوطنية مع فتح باب الباب على مصر عي للاستفادة من التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد الترمية الشاملة النهضة الاقتصادية وهو ما نتفق في مصر معه بل ويمكنني القول أن رؤية مصر عشرين تلاتين للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات المبادرة العالمية للتنمية وكذا مبادرة الحزام والطريق وفي هذا الصدد أود أن أعبر عن إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس شي جين بينك في كلمته صباح اليوم نحو تعزيز العلاقات الصينية الأفريقية في كفة المجالات